اشتركوا في القناة الوزير اوضح في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس المستشارين حول افاق صناعة السيارات بالمغرب اوضح ان المغرب اضحى اول مصدر لسيارات الشخصية الى اوروبا متوفقا على دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وامريكا وعدد من الدول ذات التاريخ الطويل في صناعة السيارات وابرز السيد مزور ان الطلب الاجمال على السيارات في السوق الاوروبية التي تعد اكبر سوق لسيارات المغربية عرف خلال هذه السنة انخفاضا ب 26% مشيرا الى ان المبيعات المغربية ارتفعت بالمقابل في هذه السوق بنسبة 50% افاد بنك المغرب بان قيمة الدرهم انخفضت بنسبة 1.75% مقابل الدولار بنسبة 1.04% مقابل الاورو ما بين شهرين شتنبر واكتوبر 2022 ووفقا للنشرة الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لبنك المغرب لم يتم اجراء اي عملية مناقصة بالعملة الصعبة منذ شهر دجنبر 2021 المصدر ذاته اوضح انه على مستوى السوق البنكية بلغ حجم تبادل العملات مقابل الدرهم 56 مليار درهم فاصل واحد في اكتوبر 2022 اي بزيادة قدرها 43 مليار درهم فاصل ثمانية مقارنة بنفس الفترة سنة قبل ذلك حوامت الاسهم الاوروبية قرب اعلى مستوى لها في ثلاثة اشهر ان اليوم الاربعاء اذ عود صعود اسهم السلعة الاولية تراجع سهم بنكريدي سويس بعد اصداره تحضيرا بخصوص الارباح في حين يترقب المستثمرون بيانات نشاط الشركات بحثا عن مؤشرات على قوة اقتصاد منطقة اليورو هذا واستقر مؤشر ستوك 600 الاوروبي بعد بلوغ اعلى مستوى له منذ نهاية غشت في الجلسة السابقة ووصلت اسهم النفط والغاز والتعدين مكاسبها لثاني جلسة على التوالي وصعد مؤشر كلا القطاعين بصفر في المائة فاصلة تسعة تحرك الذهب في نطاق تداول محدود اليوم الاربعاء مع ترقب المستثمرين لبيان اجتماع السياسة النقرية لمجلس الاحتياط الاتحادي الذي قد يوفر مؤشرات بخصوص المزيد من الرفع لأسعار الفائدة هذا وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بسفر بالمائة فاصلة واحد إلى 1737 دولار للأوقية فاصلة 79 في حين لم يترى التغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وسجلت 1738 دولار فاصلة 20 للأوقية نهاية النشرة الاقتصادية لليوم مشاهدين شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر